المايك بتاعي مونو بس انا عاوز اسمع استيريو انت هزفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هندست الصوت ناس كتير بتبعتي الاستفسار ده بل ناس كمان متحيرة جدا في الموضوع واشترت اجهزة وحاجات بألاف الجنيات وعايزين يغيروها لان فاكرين الاجهزة دي بايزة مش شغالة والكلام ده كله بخصوص موضوع المونو والستيريو يعني ايه مونو ويعني ايه استيريو احنا وضحنا قبل كده في حلقة سابقة يعني ايه مونو واستيريو من ناحية الوصلات النهاردة هنوضح المعنى بتاعهم فعلا يعني ايه مونو ويعني ايه استيريو ويعني ايه مثلا سراوندد ساوند او الصوت السلاثي الابعاد بالنسبة للصوت المونو ده صوت بينتقل خلال قناة واحدة بيتسمع من قناة واحدة في مكان واحد طب انت ممكن تسمعه على سماعتين اه بيطلع على سماعتين و13 و1200 سماعة وسماعات السينما كلها وسماعات المسرح كلها وسماعات حفلة كلها ممكن يطلع المونو على قناة واحدة تتوزع على 100 الف مصدر بس انت هتسمع اللي بيجي من اليمين زي اللي بيجي من الشمال يطلع لك الصوت من سماعتين في مكانين متساويين او مكانين جنب بعض او بعيد عن بعض ولكن انت هتسمع في الاخر نفس المصدر متكبر مرتين واحدة في السماعة دي واحدة في السماعة دي ده مش استيريو المصدر بتاعك مونو تاخل الصوت على قناة واحدة وراح للمصدر في قناة واحدة بس طلع على سماعتين الحالة التانية لحالة الاستيريو الفرق بين المونو والاستيريو ان الصوت بيطلع في قناتين مختلفتين تماما يعني انت ممكن تسمع صوت لو سمعت اغنية مثلا تسمع صوت المطرب على اليمين وتسمع صوت كمانجة على الشمال الكمانجة مش موجودة في السماعة اليمين والمطرب مش موجود في السماعة الشمال الاثنين ضدين طب احنا بنعمل كده ليه يعني هما بيخليهم يعملوا كده ليه يفاتفته الدنيا كلها ده يبقى يمين وده يبقى شمال وما حيتخنقوا مع بعض لأ مش هيتخنقوا مع بعض ولا حاجة مش راجل نم مني. يسحوا نرجع تاني لموضوع الستيريو. ليه انا بقسم الفرقتين بيردوا على بعض واحد سماعة يمين واحد سماعة شمال. الاحساس اللي بيجي للمستمع من تقسيم الاصوات يمين وشمال بيدي له احساس انه قاعد وسط الموضوع. يعني الموضوع يضاهي الحقيقة. انت لما بتقعد في الحقيقة كده في قوضة ويجي اخوك ينده عليك من ناحية اليمين. انت مش هتسمع اخوك من ناحية الشمال الا لو الصوت ارتد من الحيطة وبيرتد اضعف من اليمين. بس مصدر الصوت جاي لك من الشمال. هتسمع اخوك وهو جاي يندهلك. وهتسمع صوت بيع جاي من الشباك من على اليمين. انت سامع حاجتين مختلفتين في الشدة من ناحيتين مختلفتين. انت سامع حاجتين مختلفتين في الشدة من جهتين فان بيديك احساس بمكان. انت قاعد في مكان في وسط الموضوع ده. تيجي في حفلة مثلا لاركسترا سيمفوني مثلا. تلاقيك كمان جات قاعدة نمرة واحد. كمان جات نمرة واحد قاعدة على اليمين. وكما جات نمرة اتنين قاعدة على الشمال. واحد يمين واحد شمال. دول بيعملو خط لحني مختلف ودول بيعملو خط لحني مختلف. هما بتبقى قاعد في وسط المسرح. فوسط القاعة بتاعت الأوبرا. وتسمع الصوت جاي من مصدرين مختلفتين في القوة وانت قاعد في وسط الحدس انت مش بتسمع الموسيقى انت بتشرب الموسيقى في كل جسمك. الناس اللي حضرت حفلات لأوركستر السيمفوني على فكرة الأوركستر السيمفوني ما بيستعملوش مايكروفونات. انت بتروح تسمع الآلات منعكس الصوت من المسرح بتاع الأوبرا ما فيش اي آلات صوتية بتتحط فيش مايكروفونات على الآلات بتاعت الأوركستر السيمفونية فإلا طبعا لو حال مسجلة البي بي سي بقى ولا مسجلين حفلة في التلفزيون اللي بتققى بتحط ميكات عشان ينقله الصوت يخلوه يعني صوت يوصل للاجهزة يعني ولكن الناس اللي بتستمع للأوبرا في الأوبرا او الكوركستر السيفوني في الأوبرا لو الحفلة مش مسجلة ما بيبقاش فيه مايكروفونات قدام الآلات دي خالص ولو حصلت ان قاعات الأوبرا كانت كبيرة بحيس ان محتاجين العداد كبير وراء تسمع ومش هقدروا يسمعوا من الانعكاس الصوت الطبيعي بتتحط ميكات ويتعامل السماعات اللي في القاعة نفسها تضاهي الطريقة اللي اتعزفت بيها المقطوع عادية على المسرح يمين وشمال وكده ويحطولك الصوت منعكس على السماعات بنفس الطريقة بحيس انك انت تحس انك انت قاعد في وسط الأوركسترا انت قاعد تسمع مين يمينك ومين شمالك بيديلك احساس بتجسيم الموسيقى عشان كده احنا بنعمل يمين بنعمل شمال ممكن تلاقي صوت المطر بطالع على يمين بس الصدق بتاعه بالريفيرب والإيكو بتاعه طالع من ناحية الشمال ليه بتاع أبعاد تانية بيديلك الاحساس ان واحد بينده وواقف والفراغ وانت قاعد في وسطون فشايف انت ان ده والرد والبتاع احساس المكان بيتواجد عندك واحساس جميل يعني واحساس انك انت قاعد في الاستيريو وتسمع الاختلاف ما بين اليمين والشمال بيديلك الصوت مجسم احساس بالصوت مجسم رحوا بعد كده عملك حاجة قالك لا مش كفاية بس كده ده انا هحط صوت وراه من تحت رجليه ومن جنبه ومن فوق فعملوا الصوت اللي بيسموه 5.1 و7.1 يعني 5.1 و7.1 يعني مصدر الصوت طالع على 7 سماعات و5 سماعات وكل واحد منهم طالع له حاجة تانية دي بتشوفوها كتير جدا في الاعمال بتاعت السينما اللي بتحضروا مسلا يقولك الفيلم ده مجسم الصوت مجسم الصوت بتلاقي السينمات بعض السينمات طبعا مش كلها هتلاقي مجهزة بحاجات بيسموها ساب ووفرز حاجات بتطلع الأصوات الغليزة بس بس بتطلعها دمدمة تلاقي مثلا أفيال بتجري قدامك على الفيلم مثلا في صوت درامي مثلا انك انت أفيال هتهجم على قرية مثلا على حاجة ودبدبت الرجلين دي او الطبول اللي مش عارف ايه او صوت هبدة جامدة حصلت على المنظر اللي قدامك يتلاقي الصوت طالع بتحت رجليك كأن الهبدة دي يعني انك انت مش بتتفرج على الفيلم مبارد انت قاعد في الفيلم فطبعا بيبقى صوت غليز وأصوات والسوبرانو الحادة بتطلع من الصوت بيطلع من اللي هي بتنقل الأصوات الحادة بتاعتنا عاملة زي تويتر بس مش تويتر فالأصوات المجسمة اللي هي طلعت موضة حتى بدأت فيه كروض صوت تطلع الأصوات على خمسة بس طبعا انصرفت الناس عنها بتاعت المزيكة ليه؟ لأن مفيش حد مستمع في الدنيا عنده آآ خمس سوداني يعني واخد بالك ولا هيسمع الصوت من آآ قاعدة في قوضة هو هيسمع الصوت غالبا في الهيد فونز بتاعته هو حاطت الموبايل بتاعه أو هيسمعه في العربية بتاعته سماعتين أو آآ يعني بيت كتير قوي يعني هيسمعه في الهاي فاي بتاع البيت بتاعه لو حطت سماعتين قدام وما حدش هيتكلف انه جيب خمس سماعات فابتدت الناس تنصرف عنه في موضوع الموسيقى ده بقاش يطلع الصوت مجسم إلا للأعمال الدرامية للسينما مثلا الموسيقى التصويرية تلاقي الموسيقى التصويرية محيطة بيك من كل ناحية من كل جهة بسبب ان السينما مركبها سماعات والفيلم جايد متصمم على اني تحط الصوت بتاعه على خمس سماعات وسبع سماعات طيب كويس قوي الأصوات اللي هي اللي نتكلم بقى على الستيريو وعلى المونو أنا سجلت بالمايكروفون بتاعي اللي أنا شايفه ده دلوقتي مايكروفون الكندنسر مايكروفون الكندنسر ده معروف انه حساس وبطلع صوته تماما ومش رخيص يعني انت بتجيب الميكروفون الكندنسر على قد بقى 2500 جنيه مسلا للأنواع اللي هي كويسة زي الرود بعد كده فيه انواع رخيصة جدا طبعا بيطلع الصوت أقل شوية بس مقبول يعني صوت مقبول طيب انت لو انت بتسجل الصوت الصوت اللي طالع ده أما هيدخلك على البرنامج بتاعك بتاع السوفتوير بتاعك بتخلك على الدي اي دابليو تلاقي لاين واحد بس هو لاين واحد لو انت اخترت مونو طب يا حاجة أنا عايزة اسجل استيريو طب أنا هسجل استيريو بقى على الدي اي دابليو وعشان هطلع الصوت استيريو المايك يا ابني مش استيريو المايك بيدخل على قناة واحدة اي طلع قناة واحدة من المايك ليه كابسولة واحدة المايكات اللي استيريو هتلاقي ليه كابسولتين كل واحدة ليها سلك خاص بيها بيطلع الصوت للقناة خاصة وبيدخلوا الاتنين في السلك يوصل عندك على الجاك السلاسي اللي انت شايفه دوت ايدخل الجاك السلاسي ده فيه اتنين هوت واحد أرضي اتنين هوت واحد أرضي فالتنين الهوت دول اللي مدخلين سيجنال مدخلين إشارة للجهاز كل واحدة منهم بتروح للقناة الصوتية فيطلع لك الموضوع استيريو لو ما عندكش أساسا دوت المايك نفسه فيه كابسولة واحدة هتطلع مونو فما تطلع مونو ما تسجلوش انت استيريو لأنك ما بتسجلوا استيريو حيروح على القناة الشمال وهو معروف كده في العرف بتاع الموسيقى إن لو الصوت مونو بيطلع على القناة الشمال لكل الناس اللي استعملت البدلات المالتي افكتس هتلاقي الجاكات اللي بتخرج من برة من المالتي افكتس بتاعتك وبيعتبر إنك انت ممكن تروح حفلة وتسجل على قناتين يابع عن دقناتين على الميكسر في الحفلة واحدة يمين واحدة شمال لشان يطلع كل أصوات الافكتات من الجيتار الجيتار يطلع على النتو جاندة هنا بس الصوتة بتاعه الناحية التانية فتكسيم الصوت الجيتار فبتلاقي دايما المخارج بتاعت المالتي افكتس بتاعتك فيها ليفت ورايت بس باللفت هتلاقي بين قوسين تحتين مونو لو انت هتطلع الصوت على قناة واحدة بس الجيتار بتاعك هتخلق على قناة واحدة في الشانل بتاعت الميكسر ده بتبقى مونو بتخش على الشمال القناة الشمال اللي هي القناة الشمال من عندك انت بس على الميكسر ما هتخش هتطلع على السمعتين يعني من عندك انت بتخرج بين القناة الشمال بس فجرى العرف ان المونو بيطلع على القناة الشمال فانت لو انت شجلت على الدي اي دابليو بس زبطت الشانل بتاعتك انها تسجل استيريو والمايك بتاعت مش استيريو هيروح التسجيل للقناة الشمال ده طب انا هزبط القناة على مونو بس هتطلع لي خط واحد بس فين السماعتين يا عم ما هفهم معايا بقى انت دخلتوا قناة واحدة لما بطيقوا بتخرجوا هو هيخرج على سماعتين استيريو بس هيتطلعوا الاتنين زي بعض ليه؟ لان انا مسجل التسجيل داخل على قناة واحدة قناة واحدة بتطبع هي على يمين شمال الجيد كده وعلى الشمال كده فنفس الطبعة موجودة يتغيروا امتى بقى؟ يتغير مونو يبقى استيريو امتى؟ لو استعملت تأثيرات صوتية تعمل لي التفعيلة دي تغير لي اليمين غير الشمال دي حاجة فمن الممكن ان انا ادخل للتسجيل دوت وبعدين القناة اللي هي المونو ديت اروح حطت عليها ريفيرب مثلا او حطت عليها كورس او حطت عليها دلي او اي تأثير من التأثيرات اللي ممكن تخرج مخرج استيريو وهو حتى كمان هتلاقي جوه التأثير انت عايز ديت يمين وشمال وكده في بعض الحاجات بتعمل كده فيه تأثير تاني اسمه مونو توستيريو يعني انت بتدخل القناة مونو وانت بتعمل تأثير استيريو صناعي من السوفتوير بتاعك فبتعمل التأثير صناعي بين تأثير الافكت دوت اذا خلك يمين وشمال انت مفتعل هذا الموضوع فيه ناس عشان تعمل الموضوع استيريو ترو حقيقي يعني استيريو حقيقي بيسجل بمايكين في نفس الوقت في نفس الوقت تلاقي الجتار واحد عايز يعزف جتار اكوستيك ومش عايز يسجل من الجاك بتاعه لان طبعا تسجيل الجاك بياخد صوت من جوه الجتار مش الصوت اللي برا اللي الناس عايزة تسمع الجتار من برا صوته بيبقى اجمل طبعا فبيتحطوا مايكين قدام الجتار مايك قدام الفريت نمرة 12 ومايك مثلا عند البيز حتة البيز بتاعت الجتار وساعات 3 هيتحط البيز هنا وتحط على التريبل وتاخد الصوت من 3 جهات وتدخلوا انت عندك على الميكسر بتاعك طب انت هتعمل كل الميكسر بتاعك القنوات كلها في النص يعني بمعنى ادق انك انت هتنقل الصوتين وتدخلهم على نفس القناة بس هتخلي الليفت والرايت بتاعك هي في النص يعني الاتنين بتبعتوا على الليفت والرايت فيطلعلك الصوتين مختلفين بس الاتنين موجودين هنا وهنا فيه طريقة افضل كمان انك بتحط واحد يمين شوية واحد شمال شوية فيتهيأ للمستمع ان الصوت الجتار ده مالي انت سمعه جايلك من ارتداد من هنا بطريقة ومن ارتداد من هنا بطريقة لو كانوا المايكين لو كانوا المايكين متماسلين في الشكل حتى بيقولك بيبيعهم بيرز يعني بيبيعهم اجواز تلاقي المايكات بتتباع اجواز عشان انت تقدر تحط الجوز دوت قدام الجتار وتدخل واحد على قناة وتدخل واحدة تانية على قناة تانية من قنوات الاوديو انترفيس بتاعك وتحدف بعد كده في التسجيل بتاعك دي مين وده شميل بعد ما تسجل انت بتسجلهم لاتنين مونو بقى من تحط واحد يمين قوي واحد شمال قوي فيطلعلك صوت ستيريو للجتار بتاعك بتسجل بيسموه ستيريو حقيقي فيه ناس كمان بتعمل حيلة تانية كمان في التسجيل ان تحط مايكين من نوعين مختلفين ليه؟ لان ده ليه صوت كواليتي معينة طعم صوت كل مايك بيختلف عن التاني على فكرة كل مايك بيختلف طعم صوته عن التاني ده عامل صوت بطعم مختلف وده عامل صوت بطعم مختلف ومحتوطين وفي نفس الوقت اللي ما بتدخلهم الاتنين على التسجيل بتاعك بيديلك ملي للمكان شوية يعني بيملى مكان الصوت بيستعملوها طبعا مع الناس اللي بتغني غالبا يعني اللي بيحصل ان المطرب بيتطلب منه ساعات يتسجل التراك مرة تانية يعني هو انت تغني وبعدين تسجله تانية مرة تانية بيطلع فيه فرق بسيط جدا طفيف الودن يعني بتلاحزوش اوي او بتلاحزو تنكرو حاجة كده يعني ولكن الكلام ماشي مع بعضه والدنيا ماشي مع بعضها اما يتحطوا الاتنين على بعض بتاع الصوت ده بيخلي الصوت يملك تراك شوية فالمطربين اللي صوتهم ضعيف شوية بيحطوا الدابلين دوت علشان يقوي صوت المطرب بيبقى مالي شوية مركزه وسط الالات دي وإلا حيضيع طبعا في وسط الالات دي اللي بتشغل وراه والاصوات التراكات العالية تمام فانت لما هتسجل بالمايك بالجاك بتاعك انت هتسجل مونو بس الاشارة بعد ما تخدها مونو جوه بقى سجلت تراك تاني مونو سجل عملتهم واحد يمين واحد شمال انت بعد كده لك الاختيار تفعل به ما تشاء فانا كان لازم اوضح الموضوع ده الناس كتير لان ابتدت ناس كتير تبقى حقيرة في الاجهزة اللي عندها المايكروفونات بيقولك احنا اشترانها غلط ولا ايه ده مونو بيسجل السماعة شمال بتبرجعه طبعا من مش عارف ايه هو الموضوع لازم تبقى فاهم ايه الفرق بين المونو والستيريو يعني ايه استيريو صناعي معمول من الصفت والوستيريو حقيقي متسجل من الحقيقة باكتر من مصدر في وقت واحد واشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة